السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نضيف برنامج البلندر. برنامج البلندر من البرنامج كوي جدا اللي تقدر تقرنها بكل سهولة ببرنامج زي سري دي ماكس او برنامج مسلا سينيما فور دي او مايا او كده. وهو في ادى وقتينة ممكن تفعلها بحيس ان بتدي قوة البرنامج حسب التخصص او حسب الاهتمام بتحتك. طيب انا عايز اعمل سيليكت على العناصر مسلا دي هتو ابدأ الغيها. فممكن تدوس عليها وتدوس شفت بحيس ان انت تعمل سيليكت عليهم كلهم او ممكن تختارهم من هنا. تمام وبعد جهاز تجي هنا وتقول له دليت. بالشكل دوت. طيب دلوقتي تجي عن ادت وتختار ادنس وتقول له مثلا ان انا عايز اضيف دي اي سيف. عاستدان تعمل امبورت لدي اي سيف. لان انت لو جت هنا قلت له فايل وقلت له امبورت. هتلاقي اللي مزيد بتاع دي اي سيف مش موجود. فانا هاجي هنا في ادت بريفرنس واقول له دي اي سيف. فلاقي عندي امبورت عندك سبورت وتكاد دي اي سيف فورمات. وهكذا ممكن تفعله. تعم? مجرد ان انت فايلتو. تيجي هنا فايل وتقول له امبورت. هتلاقي يظهر لك ادتكاد دي اي سيف. طيب تبدو بات اختار الملف اللي فيه دي اي سيف. تمام. هتلاقي هنا عندي. في قلبي اللي بمكي ملف اسمه اكستنشن. هاجي هنا ادعي مثلا انا عندي هنا في ملف اوات دي اي سيف. تمام? هقول له امبورت. بحيس ان هو باي يدخل لي ملف دي اي سيف دوت. جوه المشروع وابدأ اتعامل معي وابدأ ارسم مع اليوبيد. نلاحز ان هنا في اللايتنج ايو انت عايز تعمل سيلكت على اللايتنج. تقدر تعمل سيلكت وبقدر تعمل لها زي ما انت عايز. بشكل دوت. طبعا هتفرق معنا في موضوع الرندر. طبعا هتفرق تقدر تغير المكان بتاعه. بالشكل دوت. وتبدأ بقى ترسم اي حاجة انت عايزها ممكن تقول له انا عايز اضيف مسلا شكل بلين مسلا على اللوحة او كيوب. وكيوب اللي تقدر تعدل فيها تمام? تقدر تقول له ان انا عايز اعمل لها مسلا سكيل. حيس ان انت تصغرها بشكل دوت كيانك بقى تبدأ ترسم حوايت. بالشكل دوت. حيس ان انت تقدر ترسم المبنى بتاعك زي ما انت عايز. اه. تقدر تقول له موف مسلا بالشكل دوت. تنزل الشكل بقى زي ما انت عايز اهوات. تبدأ ترسم حاجة احا شوفنا ازاي نضيف الادنز زي ما انت عايز. حاسب بقى هتلاقي علاف الادنز اللي تقدر تضيفها وتسهل عليك الشمل.